زائد الابداع اللي ملوش سقف ده فيجي لحضراتكو في الاجيال الاصغر اجيال عيالكو او عيالي وعيالكو اللي هما في سني يعني او احفادكو اللي هما اكبر مني بيسمعوا حاجة اسمها البيتي اس مفيش طفل من سن سبع سنوات لسن عشرين سنة في كل المنطقة العربية الاثنين وعشرين دولة دول وفي كل المنطقة الاسلامية ما يعرفش البيتي اس البيتي اس دول فريق موسيقي كوري جنوبي اشهر عشان اقربها الجيل يعني هو اشهر من شهرة مايكل جاكسون ايامنا فاكرين مايكل جاكسون كان قد ايه عامل حالة كده عالمية والناس بتلبس زيه والناس بتحاول تتعلم الراجل ده بيقول ايه وبيغني ايه وايه الاغاني دي وايه الصوت ده وايه القصة وايه الحكاية وقد ايه في اساطير حواليه البيتي اس هو مايكل جاكسون الجديد والموضوع واصل لمراحل دول بقى اصوارهم زي ما انتم شايفين كده اغاني عادية كلمات ما فيهاش يعني كلمات طبعا زكية لكن فيها افكار انا رأي انها افكار حديثة بتاعت القرن ال 21 لما مثلا تبقى في فكرة انه انا مش مهتم انت رأيك فيه ايه على عكس جيلنا بقى جيلنا اللي هو بيقعد ينتظر الناس هتقول علي انا لابس ايه انا شكلي عامل ازاي ها انا حياتي اولها ايه انا ناجح في حياتي ولا فاشل لا الجيل ده جاي من ناحية تانية خالص بقى الجيل ده اغاني المفضلة بتقولك انا مش عايزة بقى احسن حد في الدنيا المهم انا مبسوط بحياتي رأي سيادتك رأي حضرتك رأي كتيتا رأي كجده رأي كبابا رأي كماما مالوش علاقة بمستقبلي المهم انا سعيد بحياتي دي الفكرة تقريبا المحورية اللي الفريق ده بيقدمها للاجيال الاصغر ومش تعرف ترفضوه يعني عشان بس انا فيه ناس تخوش تقول ايه ده العالم انتم تسمع بي تي اس تقولوا واوا واوا منسمع بي تي اس ده فريق جميل اقفل يا ابني لا انسى انسى فيش اقفل يا ابني في عصر انترنت خصان يعني هم مش فزعين يعني مفيش بقى حاجات صعبة لطاف وعقلين وممكنين